المعرض اللي فيتل هو كان في نيرد سانسيت أنيكس اللي اسمه عبارة عن مجموعة أعمال عملتها تحت سيريز اسمه وده مشروع يمكن بقلي يعني كذا سنة بشتغل فيه مشروع أفكاره كلها جاية من السحل الشمالي من ده يعني من طريق الموقع نفسه يعني كذا شغل تلع الفيديو اللي هو ده متصور في ثلاث مواقع أول موقع في الملاحات وبعدين تاني موقع على البحر وثالث موقع في الدبع ويعني الطريقة اللي أنا كنت بحاول أعمل أو يعني أفكر في الشغل إن الموقع نفسه هو اللي بيكترح اللي بيحصل اللي بيحصل للأشخاص أو أفكار اللي بتطلع في وقت معين جدا وبعدين بتتساب فالوها بيكون فيه اللي تحصل في وقت السيف وبعدين بتكون بلد بنفسيها يعني بنسها بأفكارها وبيكون يعني ومبني على ذلك هايبر ايكوناميك يعني هايبر كابتلالي وبعدين كل ده بيسافر وفيه حاجات بتترمي بتتساب هناك فالفكرة كانت تايب إيه اللي بيحصل للحاجات دي اللي هاي بتتساب بيتغيروا زي وإيه اللي علاقات اللي هما بيبنوها مع بعض برضو مثلا الأشخاص اللي أنا اخترتوهم كانوا كلهم كده في عام العام الثاني ثاني فلهما ولا عيال ولا أدولت فبرضو انهم مستقلون في الوقت كده دونيا هي شخصية في السيرك في السيرك الكومي وهي بتلاف المكعب ده اللي هو اسمه المكعب الفضائي في السيرك نفسه كل حد بيستنيها هاي بتيجي وهي مثلا برضو برضو شيزي ناس ميدل ايج كده وبعد المكعب الفضائي ده بتاعها برضو اللي هو حسن هو داخل مع نفس الفكرة هي بتفكر فيه بنفس الطريقة إنه هو كده بيكون طاقة معيالة يعني السكوبتورز اللي كانت على السطوح كانت تقريبا زي مشهد رابع من الفيديو ودول كنت عاملهم سبسيفكلي يعني للموقع بتاع ناس سنسيت أنيكس اللي هو المكعب من الملح وكان فيه خزنين ما يفوق بعض على السطوح وهما وقفين يعني كانوا شكلهم زي سكوبتور غادي يعني مستني حاجة يفويهم وهو زي 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 في العمل وبعدين فيه برضو سكوبتور الثاني ده اللي هو كان شكله زي بلو بلوب كده في المي حقا بعد healed Lord for the temporary cities ده قم كنت بعه بفكر عن يا environment باسي Brew we 할ix حتى写 بحال بلولة فهو كان تقريبا طالع من من ارشيف انا كنت عامله من يعني بقى لك فترة يعني باخد صور كثيرة باخد ويأخذ نوت. وقررت في وقت ما لم يكنش عاوز أعرض الأرشيف نفسه لكن كنت عاوز أفكر في إزاي كل السيسم بزيب تشتغل مع بعديها. يعني different environment somehow sinking together to form a place and then somehow just trickling away, يعني and then coming back together. الفكرة هي أن هما الـ city projectors دور بيبتدوا كلهم سنكت مع بعض وبعدين فكلهم يعني a blank image. والصوت يعني مهم قوي للشهر ده. في الـ publication برضو كان collaboration تماما مع الثلاثة من The Sunset Annex. فإحنا كررنا إن إحنا حنلم كل الفضلات من الشهر وعشان فيه حاجات كتير قوي يعني هذه برضو floating ideas floating images ما عرفش إيه. فكررنا إن إحنا حنلمي كل الحاجات دي مع بعض. ونلعب. ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر